يا اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 نادي الاهلي بعد ساعات يلتقي سان جورج في مستهل مشواره بدوري ابطال افريقيا زهاب دول 32 من البطولة المباراتين زهابا وايابا هيقاموا في القاهرة ان شاء الله كل توفيق للنادي الاهلي متطمنين مش قلقانين مواجهة هتكون سهلة زهابا ايابا باذن الله على النادي الاهلي ويبدأ الجد من دور المجموعات هتقول لي مضمونة لا طبعا فيش حاجة مضمونة في الكرة تفضل الكرة هي الكرة ما فياش حاجة مضمونة ابدا بس بالنسبة 90% واكتر طبعا المفروض ان الاهلي هو المرشح للصعود لدور 16 من المواجهة دين طيب الاهلي ما بيشبعش طيب تفكر كده ما تريحوا شواء يا جماعة لا انا مريحش ليه انا الاهلي انا مريحش اي حد يريح لكن الاهلي ما يريحش طب يعني ما انت كذبان كل حاجة كن نفسك لا ما اخدش نفسي انا دخل بطولة من اولها اكسبها دخلت الدوري من اوله وبكسب اربعة اهو ده الاهلي ما بيهداش ما بيهداش عنده ثوابت النادي الاهلي ثوابت ماشي بيها طول الوقت هو جماهيره اللي هو عايزين بطولات واللي يشتغل معنا يكون بيشتغل معنا بالطريقة دي ادارة لازم تبقى فاهمة ان جمهور الاهلي عايز بطولات طول الوقت جاهز فاني لازم يبقى فاهم ان الجمهور ما عندوش مكسب اخصارة ولازم يبقى مكسب على طول اللاعبين لازم تبقى بتقطع النجيلة وبتاكل النجيلة طول الوقت ما تهداش هذه اقيدة النادي الاهلي